موسيقى مساء الخير أهلا بحضراتكم معنا برنامجنا من القاهرة وبتأكيد وكالمعتاد بيكون فيه متابعات عربية ودولية ومحلية أكيد في المقام الأول وكثير من المعطيات الموجودة على الساحة المصرية حاليا بنتناولها بالمتابعة والتحليل على مدار لقاءنا مع حضرتكم النهاردة حتى منتصف ليلة القاهرة بإذن الله عندنا النهاردة وقفتين حواريتين ربما الأولى لها بعد اقتصادي أو بعد نفطي تحديدا في وقت فيه كثير من التحديات النفطية اللي بتفرض نفسها بقوة على العالم بصفة عامة وبوضع خاص هذه التحديات المتعظمة بالنسبة لمصر وبيعول على الإجراءات اللي بتتخذها الدولة المصرية في هذا الشأن وأيضا بتأكيد فيه دور للمؤتمرات المعانية اللي بتعقد على هذه الخلفية منها على سبيل مثال مؤتمر مصر الدولي للبترول اللي بالتأكيد يعني افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبليعد واحدة من الانطلاقات لأفاق أرحب لإثقال المصري في هذا المجال وفرصة ذهبية أيضا ينتعرف على أحدث التكنولوجيات المتبقة في صناعة البترول والغاز على المستوى العالمي دي حتكون واحدة من وقفتنا الحوارية ده بالإضافة أيضا إلى وقفة حوارية أخرى مع الإجراءات اللي بتتخذها مصر الآن في سبيل مواجهة وملاحقة الإرهاب سيناء 2018 وبالتأكيد يعني تشكل علامة ومحطة فارقة من أجل النجاح في هذه المجابهة ربما المنحة اللي هناخده بشكل أكبر هو تعاطي البرلمان العربي وإقراره لوثيقة لمحاربة الإرهاب ودعم المكافحة اللي بتقوم بها قواتنا المسلحة وأيضا الشرطة خاصة في سيناء وحق مصر كفالة حق مصر في أن هي تتخذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي معكم وجولتنا المعتادة الإخبارية مع حضراتكم حتابوها معنا ولكن بعد هذا الفوز أصدرت القوات المسلحة بيان لها بشأن إدعاءات المساشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة المصرية ومؤسستها وذكرت القوات المسلحة في بيانها في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ عنان بوثائق يدعي أنها تمس الدولة وقيادتها والتهديد بنشرها حول اتخاذ إجراءات قانونية وفقا لما كفى له الدستور حيال ذلك وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسستها في الوقت اللي بتخوض في قواتنا المسلحة الباسلة حربها في مواجهة الإرهاب خاصة في سيناء من أجل اكتثاث جذوره معنا المزيد من المتابعة سيادة الواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق سيادة الواء يعني بعد التحية يعني بالتأكيد هناك إجراءات سوف تتخذها القوات المسلحة حيال هذه الادعاءات وفقا ما كفى له الدستور ووقفة بالتأكيد أمام مثل هذه المزاعة نظرا لما يمكن أن تلقي به بظلال على الأمن القومي وعلى سيادة الدولة المصرية والمؤسستات المصرية يعني وجارية بالتأكيد التحقيقات في هذا الشأن كيف تنظر إلى مثل هذه الادعاءات والطريقة المصلة لتعاطي معه ولا معجب شديد الإعجاب بالبيان العسكري دازل صدر في هذا الشأن متضمنا الواقعة ومتضمنا إلى جهة إلى أن الأمر يستدعي استجلاء الأمر بتحقيق جنائي يجرى في هذا النجاح هذا يعني أن الواقعات التي أشيرت إليها تقول أن الأشار جنينا ينسب إلى الفريق آمان أنه يحتفظ بوثائق وأوراق بسرية عسكرية تتضمن أعمالا أمورا خطيرة جدا وأنه أودعها لدى أحد أشخاص الخارج هذا الأمر خطورته أن أي إنسان عادي يعلم أن تركي خدمة العسكرية أو تركي أي خدمة يتحقق معه إخلاء طرفه وأنه لا يوجد لديه أي أوراق لما يترك مكانه في أي مكان لا يجزء أن يحصل على أوراق على هذا النحو وأن يهدد بنشرها وأن يوضعها لدى طرف آخر نحن هنا أدام جريمة عسكرية ينص عليها القانون 25-66 وهي تمثل جناية معينة وهو لها عقوبة الجناية والمخصة بتحقيق كل هذا هو القضاء العسكري باعتبار أن الجريمة تقع على القوات المسلحة وتقع على أحد مستندات القوات المسلحة بهذا الشهد وهنا إحنا أمام القانون الذي أشار إليه الدستور بتحديد الاختصاص الولائي للقضاء العسكري وللنيابة العسكرية في هذا الشهد للأسف أنا مش عارف النفسي بتعمل كده ليه؟ يعني أنت النهاردة ليه بتشكك في المرحلة اللي إحنا فيها المرحلة الحرجة اللي البلد اختارت إعلان الحرب على الرهاب دفاعا عن نفسها ودفاعا عن مقدراتها وبحثا عن أمل كل مواطن وما يتخذ هو بعد ما تحقق لدينا من إجراءات أن هذا الأمن يراد به هدم مصر ويراد به يعني عاقة مصر عن مشروع التنمية العظيم التي تقوم به الحقيقة أنا يعني لما يجي فئة ضلة من الأفراد على هذا النحو أتكلمه عموما التحديد لكل هذا سيكون من خلال التحقيقات التي تجريها أن يرى العسكرية والتهديد الذي يقوم به سيادة المستشار جدير بأن يلقى قدرا من الاهتمام وأن يلقى قدره من التجريم والعقاب والمسائلة ويصبر بهذا الشكل هو شريك للفريق عنان فيما أقدم عليه وفيما تسوي له نفسه على هذا أشكرك جزيلا شكر سيادة التلواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق بتأكيد وهذه الأيام تحديدا الحديث يتصعد ربما عن أفاق أرحب للعلاقات المصرية الأمريكية في إطار زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وقد يكون فيه كثير من التعويلات وأسس حاكمة لمثل هذه العلاقات في المستقبل القريب بإذن الله رئيس السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن على واشنطن إعادة إحياء ودفع عملية السلام ده بالتأكيد فيما يتعلق بالمصار السياسي بالفعل كان الرئيس عبد فتاح السيسي قد استقبل في وقت سابق بقاسل التحادية ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي بحضور وزير الخارجية سامح شكري والقائم بعمل رئيس المخابرات العامة وكان بالتأكيد فيه الحقيقة كثير من التصريحات اللي بتاعكس ما تمثله مصر بالنسبة أيضا للولايات المتحدة من شريك استراتيجي وما يجمع الجانبين المصري والأمريكي من علاقات بالتأكيد جذورها ممتدة في السنوات الماضية ودوما في حاجة إلى المزيد من التعزيز ومعالجة أي ما يمكن أن يشكل تحدي قد يعكر صفه مثل هذه العلاقات الثنائية مع أن المزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف سعدة سفير أخي أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق مساء الخيري سيد سفير أهلا مساء الخير أحنا بحضرتك يعني دائما الحقيقة لما بنكلم عن علاقات المصرية الأمريكية بيكون في تطلع من الجانبين أن يدفع بها قدما ولكن ربما فيه يعني ما بين الحين والآخر بيكون فيه تحديات يعني يجب التعامل معها بما يرقى إلى أهميتها حتى يعني تستمر هذه العلاقات على نفس منوال التمييز وربما تتاجه إلى الأفضل سواء كنا بنكلم على تعاون استراتيجي تعاون اقتصادي وأيضا توافق في الرؤى إذا القضايا في المنطقة على المستوى السياسي رأيي حضرتك يعني هو بتأكيد أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعتبرها قوة عظمى ولها يعني سياسة ودور مهم في الشرق الأوسط ولكن كل ما نعمله أن يدرجم التصريحات والكلام إلى واقع عملي لأن في كل مرات بيأتي فيها مسؤول أمريكي كبير زيارة مصر بيبدأ تصريحات ويقول تصريحات ثم نجد أنها مجرد تصريحات يعني على سبيل المثال وزير الخارجية تيلرسون بيقول أنه هو مهتمين بعملية السلام ويأملوا أن تستعنف عملية السلام قريبا كيف يكون هذا؟ يعني إذا كان هم خرجوا عن كل القواهد ويعترفوا بين القدس عاصمة لرسمية الإسرائيل هذه ناحية ناحية أخرى يتحدث عن دعم مصر اقتصاديا وتقديم الدعم لإقتصاد المصر وأنه يقدر من الصعوبات التي نتجت عن تطبيق الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صدق النقب الدولي كلام جميل طب أين الدعم الأمريكي؟ والولايات المتحدة أصدرت من شهرين فرار بوقف جزء صغير من المعانات الاقتصادية أيضا بالنسبة لدعم متفحة الإرهاب هناك تعاون بلا شكل يعني إذا قائم منذ أيام بوش الاب فيه دعا تعاون في تبادل معلومات الخبرات متابعة الجماعات الإرهابية تنقلتها تسلحها تمولها تمركزها معسكرتها كل ده فيه تعاون مشترك ولكن أوقفه تسليم بعض الأسلحة لمصر لماذا؟ يعني إذن فيه ثم التناقض فيه التصريحات الودية اللي بتؤكد على الحرص على التعاون بين مصر والولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة ستواصل جهودها بهدف تحقيق عملية السلام لكن يعني تأتي ربما الممارسات منافية لذلك فيجب أن ترقى المواقف الفعلية إلى ما يصدر لفظا عن مختلف المسؤولين الأمريكيين أنا بشكر حضرتك جزيلا شكر سيادة السفيرة أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق استقبل سيادة الواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمقر الوزارة الدكتور محمد بن علي كومن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اللي بيزور القاهرة حاليا في إطار الإعداد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب اللي مقرر عقده بالعاصمة الجزائرية خلال الشهر القادم الأمين العام للمجلس أعرب عن تقديره للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها في مكافحة الإرهاب وأكد على مساندة المجلس ودعمه لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري ومن جانبه أشهد الواء مجدي عبدالغفار بالدور التنسيقي الفاعل الذي تطلع بي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دعم وتعزيز مجالات التعاون الأمني العربي المشترك ينضم إلينا عبر الهاتف سيدة الواء دكتور مجدي البسيوني سيدة الواء مجدي البسيوني مساعد وزير داخلية الأسبق أهلا بحضرتك سيدة الواء أهلا بحضرتك يعني دوما نعود إلى نفس النقطة التحديات الأمنية اللي بتواجه مصر يعني المنطقة العربية والعالم كله في مرحلة حرجة ومهمة جدا ومصر مضية قدما في حرباء على الإرهاب يعني لو نظرنا إلى الوراء قليلا جدا الأيام الماضية وخلال أيضا الأيام القادمة بنشوف فعلا معركة شرسة لملاحقة البؤر الإرهابية والإجرامية في سيناء يعني العنوان أو نقطة الانطلاق سيناء 2018 وده بيؤشر أن هذا العام سوف يشهد نقطة تحول حقيقية في مجال مكافحة الإرهاب أيضا لما بنشوف بقى ده من منظور يعني كيان يحتوي وزراء الداخلية العرب مع وضع في الاعتبار طبعا الدور المهم جدا اللي بتقوم بالشرطة والقوات المسلحة في هذا الشأن كيف تنظر إلى المسألة بصفة عام صفة حضرتك خلينا نتكلم عن موضوع الخبر سيارة الأمين العام لمجلسة وزراء الداخلية العرب دي أنا أعتقد أنها دي عارفة حضرتك في استطلاع هنوضع جدوى للأعمال البرنامج يكون ليه لأن حان الوقت بقى يا استطلاع أن تكون الاجتماعات تتسم بالموضوعية ولاش تشكله كانت زمان اتفاقيات اجتماع وزراء الداخلية العرب في توني اجتماع مش عارف ايه ومجرد اجتماع وخلاص ونطد المولد لا دلوقتي وبنواجه إرهاب شرس وهم احنا الحمد لله وزي من رئيس قالها مرارا وتكرارا أن مصر بتحارب الإرهاب لوحدا لا هنا بقى الاجتماعات طالما بقى أصبح يشكل خطر على الدول العربية كلها يبقى لازم من وضع استراتيجية كاملة مجتملة شاملة شوف احنا بنقول ايه النهاردة العنوان ايه أستاذ الرهام العمليات الشاملة هنا ده عمد على مستوانا اللي بتتسم بالجوة والبحر والمنشآت والأهداف والآخر كل ده يجب أن يكون هذا العنوان أيضا الشاملة مش على مستوى مصري بس الشاملة على مستوى الدول العربية كلها ايه شكل التكاتف شكل التكاتف المعلومات شوف اقول حضرتك على حاج هو ببنقولش تعالوا ساعدونا هتقول لنا السلاح ولا هتقول لنا معادات ولا ولا الاخ لا احنا عمدين ما يكفينا في جيشنا وقوته وشرطتنا وقوته لكن المعلومات مهمة جدا المعلومات ليه لأن احنا النهاردة ما نبقى كلنا ككيان واحد كدولة واحدة عندك ايه معلومات وانا عندك ايه طيب انت دول هربانين عندي هربانين عندك هذا التكاتف هذا التكاتف وهذا التنسيق في المعلومات ما فيه شك انه هو اللي يؤدي الى تضييق الخناء على العناصر الارهابية مش هيعرف اهم حاجة يا استاذ اهم المعلومات لأن المعلومات بسبن عليها الخطة الامنية احنا طالبين نزراء الدخلية العرب ان يكون هذا الاجتماع يتساسم في الفاعلية وليست في الشكلية كسبقتها من اجتماعات يا ما اتفاقيات وهي ما اجتماعات قبل كده ايه على ارض الواقع ولا حاجة بنحارب لوحدنا اه لكن لا يجب ان كل دولة احنا بنقول قانون سينات ارهابية بنقول قانون ارهاب بنقول وضع وضع اموالهم تجميل اموالهم وهو الاخر كل دايب على مستوى الدول العربية في كلها بكده تبادل المعلومات واصدار تشريعات واصدار قرارات وعلى مستوى الحكومات كلها هي دي الركيزة الاساسية لتأمين الجابهة الداخلية للوطن نعم ركيزة الاساسية اه بالضبط وبعدين بقى انا عايزة اقول لحزيزة ثمان حاجة تبادل المعلومات انا قلت وتبادل التدريب ما عندي لاش مشاكل ابدا تدريبات المشتركة اه طبعا تدريبات المشتركة بالضبط كده لان التدريبات المشتركة هتجعل مننا كلنا انا عندي خبرة ايه وانت عندك خبرة ايه انت اجهزتك توانا اجهزتك ما فيش شك يبقى تبادل معلومات تبادل خبرات هذا يكفي تماما وده اللي المفروض يكون وانا اعتقد اعتقد يعني اشتنت كده ان هو ده يكون البرنامج او جدوى للاعمال في المؤسمر اللي قد بشكر حضرتك جزيلا سيادة الواء مجد البسيوني مساعد وزير الداخلية الاسبق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون انشاء صندوق دعم ورعاية اسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الارهابية والامنية مقدم من النواب عبدالهادي القصبي ومحمود نبي ومحمد عبدالله زين وبيتضم مشروع القانون تعريف الشهيد بانه كل من فقد حياته ونتيجة عملية ارهابية او امنية كما عرف المفقود بانه من فقد نتيجة عملية ارهابية او امنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع او وزير داخلية تعريف المصاب اصيب اصابة نتجة عنها عجز كل او جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية ارهابية او عملية امنية شاركة فيها وعرف اسرة الشهيد او المفقود او المصاب بانهم الوالدان والارامل او الزوج والاولاد والاخوة الذين يعولهم الشهيد او المفقود او المصاب وطبعا تجدو الاشارة ايضا الى ما انشأه المشروع من صندوق لتكريم شهداء ومفقدي ومصابي العمليات الارهابية والامن اكد سيادة الواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان اللجنة الاقتصادية بالبرلمان انتهت من منقشة مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك وبتنتظر منقشته في الجلسة العامة للبرلمان ولفت الى ان القانون الجديد يعمل على تفعيل الرقابة في الاسواق ويضمن حقوق المستهلك واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون الجديد بيلزم تجار بالاعلان عن اسعار السلع والخدمات وكذلك تقنين وضع العمالة الحرفية بتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل هذه النوعية من العمالة اضافة الى الزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما ان العمر الافتراضي لهذا المنتج ساري مع حضر الاعلان عن مشاريع الاسكان او تقسيم الاراضي من دون ان يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد موعيد الاستلام يعني بالتأكيد في انتظار ان يفعل هذا القانون لانه يعني حيشكل فعلا نقطة التحول مهمة جدا والمستهلك المصري في امسل حاجة الى ان يكون فيه مظلة حمائية لتحميه من الغش في السلع تحميه من جشع بعض التجار وغيرها وغيرها من الممارسة يعني ربما في كتير من الاحيان ما بتكونش المشكلة في غلاء الاسعار فقط لكن بتكون مشكلة في ان يعني الرقابة ليست كما ينبغي ان تكون لعقاب من يخالفون القواعد المتعارف عليها في هذه العملية عملية البيع والشراء وبيكون دوما المستهلك هو الضحية للأسف يعني اللجنة الاقتصادية انتهت بالفعل كما اسلفنا من منقشة هذا القانون الجديد او مشروع القانون المرتقب ان يتطور الى قانون فعلي ويعني يؤمل انه فعلا يفعل على الارض الواقع ويكون فيه الرقابة الواجبة على تنفيذه ويعاقب المخالفون في هذا الاطار نتحول الى مقترح بانشاء شركة لنقل الداخلي بحث هذا المقترح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبيأتي تنفيذا لتكلفات سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة نقل متميزة للمواطنين وذلك بحضور محافظة البنك المركزي ووزيري النقل وتمية المحلية وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المتعلقة بانشاء الشركة وتطبيق منظومة نقل حديثة من حيث اسلوب ونطاق عملها ودور كل من المحافظات والقطاع الخاص في إطار هذه المنظومة الجديدة فضلا عن كيفية تسخير الأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل ومتابعة عمل هذه المنظومة من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن تحقق الشركة المقترحة نقلة نوعية لخدمات نقلة الركاب في مصر بحيث تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة وبشكل مؤسسي سليم وتحقق للمواطن أفضل الخدمات بشكل مميز وجيد جدا من خلال شبكة خطوط نقل على مستوى جمهورية مصر العربية مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسط بسندوق النقد الدولي ذكر أن المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية في مصر كانت ناجحة وأشاد بجهود السلطات في سيطرة على تضخم ووضعه على مصار أو مؤشر نزولي أو تنزولي وأشاد جهاد أزعور مدير الإدارة باستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل إنعكس على زيادة تدفقات العملات الأجنبية والاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى تعافي بعض القطاعات خاصة الصادرات والسياحة آخر محطاتنا في جولتنا الإخبارية مع تكريم اللجنة الأولمبية للطفلة المصرية مروح حسن بنت محافظة أسوان بعد فوزها بالميدالية الذهبية لمراثن أسوان الخيري لصالح مؤسسة مجد يعقوب وقرار بتسجيلها في اتحاد ألعاب القوى المصرية يعني بالتأكيد ده يعني دي ثمار كفحها واجتهادها أن هي فعلا تحظى بهذه المكانة وتنضم إلى الموجودين تحت ما ظلت هذا لتحاد اللجنة الأولمبية المصرية قدمت تقم ملابس كامل باسم منتخب مصر وحداء رياضي لمروة واستقبلها رئيس اللجنة سيد هشام حطب والمدير التنفيذي ممدوح الششتاوي ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وتم تسجيلها بالفعل في الاتحاد وحيتم رعايتها من قبل جهاز الرياضة العسكري يكفي ان هي استطاعت بامكانات ضعيفة جدا مادية ان هي تتفوق ومهم جدا الحقيقة استثمار البشر اللي بنتكلم عنه ان يفسح لها المجال ان بالتأكيد لو توافر لها الدعم المطلوب هتقدر يعني تتفوق ويمكن هنشوف تمثيل لها افضل وافضل على المستوى العالمي ان شاء الله في القريب العاجل يذكر ان مروة هي طفلة بتبيع المناديل في الطرقات شاركت فيه هذا الماراثن الخيري للاطفال اللي اقيم منذ ايام في اسوان ولعدم قدرتها على شراء الملابس المناسبة والحذاء الملائم لهذه المسابقة تم قبول مشاركتها تشجيعا لها وبالفعل فازت مروة بالسباق وهي الوحيدة التي شاركت في حافية القدمين الف مبروك وننتظر منها المزيد ان شاء الله من التكريمات وتشرف مصر في كثير من المنتديات والمنافسات في الفترة القريبة القادمة ان شاء الله بتأكيد واحدة ايضا من الاحداث اللي بنتبعها باهتمام كبير جدا لما تنتوي عليه ايضا من اهمية في مجال ان مصر تحضم مرتبة اكتر تقدما في مجال الطاقة هو مؤتمر مصر الدولي للبترول وكثير من النقاط التي نتوقف عندها لنسترشد بها في هذه المنافسة وفي المكانة المصرية التي تتقدم يوم بعد يوم في هذا المجال وايضا ما تشكله ايضا من اصداء اقتصادية ايجابية جدا بالنسبة لمصر عن تابع التقرير التالي ونرجع لحضراتكم لمتابعة المزيد في حوارنا الاول في من القهر كنوا معا جهود حثيثة تذلها الحكومة المصرية لتوفير فرص الاستثمار في عمليات التنقيب والارتشافات الهم لتصبح مصر مركزا للطاقة بالمنطقة من هنا جاء انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثاني للبترول ايجبس 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد المعرض ملتقا بيتروليا عالميا مهما لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات البترولية المصرية امام كبرى الشركات البترولية العالمية وخاصة مشروع مصر القومي للتحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول والذي يتم تنفيذه حاليا من جهته اكد وزير البترول المهندس طارق الملة حرص القيادة السياسية خلال الاربع سنوات الماضية على ان تكون مصر رائدة ولعبا فاعلا اقليميا ودوليا واعلن وزير البترول عن عدد من المبادرات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتي سيتم اطلاقها خلال فعاليات المؤتمر ومن بينها توقيع اتفاق بين قطاع البترول وواحدة من كبرى الشركات العالمية لاجراء مسح سيزمي اقليمي بمنطقة خليل السويس بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وتحالف من كبرى الشركات المتخصصة لانشاء مشروع بوابة مصر للاستكشاف والانتاج وخلال المؤتمر قال سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك محمد باركيندو قال ان مصر اصبحت احد المصادر الرئيسية لمحاور الطاقة في المنطقة مشيرا الى الاكتشافات الاخيرة في مصر مثل حقل ذهر وهو ما جعل مصر بالفعل محركا رئيسيا من موارد الطاقة في المنطقة والعالم هذا ومن المتوقع ان يشهد ايجيبس 2018 والذي يستمر حتى الاربعاء المقبل اقبالا كبيرا حيث يشارك فيه العديد من نزراء الطاقة والبترول ورؤساء الشركات العالمية وحوالي 150 خبيرا كما سيشهد المؤتمر حوالي 40 جلسة فنية الى جانب الجلسات الرئيسية ويشارك فيه فعلياته اكثر من 400 شركة محلية وعالمية ويضم 11 جناحا لكبريات الدول في السناعات البترولية مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول اللي افتتحه اليوم سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد بيعتبر فرصة مهمة جدا لتبادل الاراء والخبرات بالنسبة لقطاع حيوي ومهم جدا في مصر والحقيقة مليء بالتحديات قطاع البترول والطاقة وايضا وسيلة لتعرف على احدث التكنولوجيات المطبقة في هذا المجال ويعني ربما من خلال فعاليات هذا المؤتمر وهذا المعرض حتتكرس المستهدفات في هذه المرحلة والمنظور الجديد ربما لقطاع البترول والغاز في مصر اللي حيرسي لي بشكل أو بآخر هذا المؤتمر وما سوف يكون علي من موضوعات مهمة جدا تطرح بقوة خلاله وربما ما يخرج به أيضا من توصيات ودوما تطلع بيكون لعلاج ربما المشكلات اللي بيعاني منها هذا القطاع وأيضا الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وبالتأكيد هي تطلب الكثير من تمهيد الطريق لها حتى نصل إلى هذه المرحلة حنتعرف على الكثير من كل هذا وبينضم إلينا في هذا اللقاء في من القاهرة دكتور أستاذ دكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضوا مجلس إدارة جمعية البترول للمصر أهلا بحضرات سرح عليك مساء الخير يعني بالتأكيد دلالات مهمة جدا يعني احنا توقف عندها من خلال هذا المعرض دي تاني مرة يعقد فيها هذا المؤتمر وهذا المعرض في مصر والحقيقة فيه كلام كتير جدا أن يكون فيه دورية للعنقاد بشكل منتظم لأن ده بالتأكيد يعني يعطي قوة دفع بشكل أو بآخر يعظم من الاستفادة إن شاء الله مما يمكن أن يصل لهذا المؤتمر وأدوات تانية بالتأكيد كافية لأنها تحقى لنا الانتقال أو الانطلاقة اللي احنا بدينا تطلع عليها في مجال البترول والطاقة يعني في البداية دكتور يعني أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لمنظومة الطاقة في مصر لو حنعدده في نقاط قصيرة وبشكل سريع دعني أعترح ليك المؤتمر زي ما قلت لك يعني ويمكن كنا منتقش من خلال الوقت القريب إن هذا المؤتمر يحمي الرسالة والرسالة كما عودتنا القادة السياسية أنها الرسالة تختلف عن منظور كل ملفات الاقتصادية للدولة المصرية أن نعالج كل ما لدينا من مصادر للدخل القومي بنوع من التوجه ونوع أيضا من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمن يعني يمكن القطاع البترول المصري هو القطاع اللي أنا بعتبره القطاع المؤثر لعجلة الاقتصاد المصري وعملية الاستمرار بتاعت وعملية التقنية الحديثة بتاعت وعملية تمشي مع نسب التسويق العالمية والاتفاقيات وأيضا حتى نوع عملية البحث والتنقيب والاستكشاف والوصول بهدف للدولة المصرية ومؤتمر يحمل اسم الدولة المصرية وأيضا حدث يتقابل فيه كل الشركات العالمية لأن انت عارف الشركات العالمية تمثل سياسة الدول ولولا أن الدولة المصرية هي دولة وعيدة اقتصادين دولة لديها كل المقاومات من قطاع البتول والغاز وحجم المساحات المتاحة لمصر وحجم الاستراتيجيات من احتياطيات مكامل غاز في البحر متوسط مناطق الصهراش الغربية وأيضا منطقة البحر الأحمر هتلاقي أن كل الخريطة الآن جلبت كثير من هؤلاء إلى هذا المؤتمر المؤتمر يحمل في طياته الهدف أو الأهداف المصرية من خلال التحديات القادمة تحديات المصرية هي تحديات تتماشى مع الاقتصاد وتتماشى مع أيضا مستقبل أجياء القادمة تتماشى مع استمرار الدولة المصرية على أن لا تكون لديها أزمات في الطق وبالتالي يمكن إحنا أزماتنا حددناها وبالتالي من خلال هذا المؤتمر كانت هناك رسالة واضحة رسالة الأولى هو زيادة حجم الاستثمارات للبحث والتنقيب عن البترول في الفترة القادمة وحددنا المناطق التي تم التركيز عليها أيضا يحمل الرسالة في هذا المؤتمر نوع من الالتقاء والتقابل على ما هو مطروح من أتفاقيات مطروحة من قبل قتال البترول المصري في مناطق الاقتصادية المفتوحة للبحر المتوسط وأيضا للدراسة التي سوف ننتهي منها قريبا وهي عملية المسح السيزمي الديمجرافي لمنطقة البحر الأحمر بعد ما عملنا توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2017 يمكن منذ هذا التاريخ وهناك الآن عملية مسح السيزمي ورسم لكل الطبقات الحوية لمكامل الغاز والبترول في مناطق البحر الأحمر وبالتالي يمكن تصنيف مصر لمناطق البحث والتنقيب من ضمن الدول الشرقى أوسطية أو الإفريقية تعتبر ما بين المرتبة رقم واحد والمرتبة رقم اثنين من الظروف المتاحة والتي تستطيع أن تؤمنها وأيضاً تدعمها كل مؤسسات الاجتماعية العالمية وأيضاً التقارير الحديثة لسندوق النقد الدولي أن مصر داية كل المقاومات الأمنية لديها كل أيضاً الدعم من الحكومة لحجم الاستثمارات وهناك أيضاً قيادة سياسية داعمة لكل الشركات داخلنا نكلم حضرتك عن الدلالة الزمانية يعني مغزأ التوقيت بالنسبة لمصر مقابلة على مشروعات مهمة جداً في المجال دا ويعني ما عندنا زي ما حارج قلت في البحر المتوسط حقل ظهر وفيه كتير الحقيقة من المشروعات الواعدة بعد آخر حارج برضو أشرت لي سريعاً الجولات النجاحة اللي بتحققها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والحرب الشاملة اللي احنا بنشوفها حالياً وكتير من البؤر اللي بيتم تكففها اللي هي بتدعم الإرهاب والعمليات الإجرامية اللي بيتم ما بين الحين والآخر يعني إيه أهمية أيضاً المؤتمر إنه يعقد في مثل هذا التوقيت يعني بيكسب المؤتمر السنادي أهمية أكبر ربما من اللي كانت عليها في الدورة الماضية ويفرش ليه يعني حراك يحصل في ساحة البترول والطاقة في مصر في الفترة اللي جاية بالنظر إلى حتى لو كلمنا بالأرقام في فعلاً تحسن ملموس في الأرقام اللي بتعكس المكانة اللي بتحتلها مصر على هذه الخريطة خاصة في الفترة الأخيرة خليني أربط بس هي رسالة للعالم القوات المسلحة المصرية ومكافحة الإرهاب منذ 2018 واستخدام القوى الراضعة في كل مناطق مصر للمقامة هذا الإرهاب وتنظيف هذه البؤر ويتمشى أيضاً مع قدرة زراع الدولة على تأمين حتى ما هو لديها من مؤتمرات واستراتيجيات تتمشى مع خطة التوازن خطة مكافحة أمنية وخطة التوازن اقتصادية وأيضاً خطة التنمية مستدامة مستمرة إذن الثلاث نقاط وثلاث محاور صعبين أو في التوفيط اللي أنت بتكلمي فيه ولكن دي رسالة واضحة لكل اللي جايين النهاردة لأكثر من عشر تلاف شخصية ما بين شخصيات غربية وشخصيات أجنبية وشخصيات إفريقية وكلهم على الأراضي المصرية ويح ممكن نهاردة كنا في المؤتمر وهم شايفين إحنا حتى بنخش الشارع وبنخش كل الأماكن في نوع من تأمين الكامل بنوع من الرفاهية بنوع من الدخول من غير أي مشاكل قالص لكن زي ما قلتلك المضمور رسالة واضحة أن الضراع الرديع القوية المصرية هي طوات الرسالة نحن قادرين على حماية الحدود المصرية وكل البقاء الأرضية داخل الدولة المصرية بعناية وبتركيز أشد من أي مكان أو تقنية عالية خارج الأراضي المصرية اللي عايزة أقوله في المؤتمر وهي دي النقطة يمكن هناك خمس نقاط أساسية أورادهم السيد وزير البترولي النهاردة وهو كانوا يعتبروا منظور جديد لقتال البترولي المصري وهو رقم واحد الذهاب إلى عملية البحث السزمي والمسح الديموغرافي لمنطقة خليج السويس وهي منطقة من المناطق الوعيدة والمناطق اللي هي مؤثرة في الانتاج المصري بنسب تصل ما بين 20 إلى 25% وبالتالي نحن نريد أن نزيد من حجم هذه الاستثمارات وأيضا إعادة تقنية لهذه المكامن من البترول لأنها ما زالت تحوي كم من الاحتياطيات في الفتر القادمة أيضا عملية دخول مصر إلى بوابة إلكترونية من خلال قطاع البترول يمكن إحنا تأخرنا كثيرا في هذا الموضوع أن يكون لدى مصر بوابة إلكترونية على شبكة المعلومات هذه البوابة يستطيع أي مستثمر أو أي مؤسسة أئتمانية عالمية أو أي دولة تستطيع أن تريد أن نستمر في قطاع البترول والطاقة في مصر أن تدخل من خلال هذه البوابة تجمع المعلومات ده مش حيتأتى إلا إذا وصلنا إلى حكومة إلكترونية متكملة هذه الحقيقة ويمكن النهاردة المبادرة التي تم ترحاها من قبل وزير البترول كانت يمكن حاجة سعيدة جدا لإختار البترول المصري أن نحن نقدر نخش مع الاستثمارات التسوقية العالمية هناك آليات للتسويق يمكن إحنا ما كناش بنتباح أو تأخرنا فيها بعض الشيء لكن من ضمن آلات تسويق القوية جدا أن يكون لديك وزارة إلكترونية كاملة لديها مناقصات لديها اتفاقيات لديها قواعد للداتا والبيانات لعمليات المسح السيزمي أو لعمليات مكامل الطبقات أو حتى المناطق المستهدفة من الدولة كمناطق للمناقصات العالمية كل ده سوف يكون هناك سهولة ويسر للدخول إلى هذه البوابة الإلكترونية والتعامل المباشر من خلال إما الوزارات الاقتصادية أو من خلال وزارة مباشرة كوزارة البترول نقطة رقم ثلاثة وهي التعامل أيضا مع منظومة الوقود للذهاب إلى الوقود النظيف اللي هو الأكترون 95 أو البنزين 95 المعدل وده يمكن من ضمن الحاجات الأطرحات اللي قالها أيضا مبادرة وزارة البترول للسوق المصرية في جاعة البنزين 95 بنفس الأسعار المتاحة الآن لبنزين 95 ولكن بجودة وكفاءة عالية تتعامل مع أقل معاملات تلوث وأقل نواتج عادم سامة كل هذه الأشياء تم أخذها أيضا في الاعتبار وده يمكن من ضمن المبادرة اللي على النهاردة المبادرة اللي بعد كده وهي مبادرة التعامل مع قطاع البترول واعادة رفع كفاءة التعاملات داخل قطاع البترول من خلال شبكة المعلومات داخل الشركات ومن خلال التعامل المباشر ما بين القيادات وموظفيها من خلال شبكة المعلومات والمحاكاة والمسيارة داخل هذه المنظومة سوف تعطي نوع من تعديل كفاءة وتحسين كفاءة العملين لديها وأيضا تغيير هذه المنظومة لعداد الكوادر المستقبلي فكرة طرح دكتور الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات البترولية حضرتك شايف إزاي ممكن المؤتمر من قبيل المؤتمر والمعرض اللي بنتكلم عنه بنشهد فعالياته هذه الأيام يكون متنفس لإطلاق هذه الأفكار والتعريف الحقيقي بمتطلبات السوق بالنسبة لقطاع الطاقة والبترول التحديد خلينا أقول لك المؤتمر المرادي فيه آليات مختلفة فيه كثير من الظروف وكثير من الإنجازات واضحة أو في قطاع البترول المصري أدت إلى أن هؤلاء يأتوا إلى مصر وأن كثير من المنافسة الآن تظهر بين الشركات العالمية يمكن منظومة قطاع الغاز الطبيعي اللي احنا بنقول في أقل من ثلاث سنوات من دولة ليست لديها القدرة على أنها تكفي 50% من قدرتها من احتياجاتها من الغاز الطبيعي في كثير من النواحي بسرعة وفي أقل من ثلاث سنوات نذهب إلى الاكتفاء قريبا من الغاز الطبيعي وده يمكن نقطة من ضمن النقاط اللي أشر لها وبقوة دخول العقل المصري البترولي إلى منطقة المال عميقة إيه دكتور ممكن يأثر الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الحركة بتكلم معنا اللي احنا بنعمله حاليا احنا بنذهب إلى اكتشفات اقتصادية تجارية وده يمكن توقفنا عندها كتير قوي الدخول إلى المال عميقة ونجاح المنظومة بتاع إخراج حق لزهر في هذا التوقيت القياسي ودخول 80% من نسب التصنيع ونسب التقنية الفنية والتقنية الهندسية داخل هذا المشروع في حين أن كثير من الدول كانت لا تتوقع يمكن كثير من الدول كانت تنتظر عن قرب وعن كسب أن هذا المشروع لن يحدث في أقل من ثمان سنوات قد يكون هناك معوقات وصعوبات لأن كثير من هذه الدول في حضر البحر المتوسط يمكن لا كانت لا تنتظر ولا كانت تستوعب تماما أن هذا المشروع سوف ينتهي في أقل من ثلاث سنوات ويمكن ما يحدث الآن في شمال شرق البحر متوسط من لغة إما من تركيا وإما أيضا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية كل هذا يمكن جاء بعد هذا الإخراج الجيد القوي لحق لزهر واستخراج الغاز ودخوله إلى الشبكة القومية في أقل من ثلاث سنوات المشروع عملاقة كهذه خضم الأحداث دي كلها ربما بعد محاولات من الأطراف اللي بتنأى يعني بمصر أن هي تحتل مكانتها اللي بتستحقها في هذا المجال وفي مجالات أخرى والمشروعات المرموقة والواعدة اللي بنشوفها في مختلف القطاعات والمشروعات التموية العملاقة ومنخص بالذكر بالتأكيد ما يشهدوا أيضا قطاع البترول والطاقة أين يقف مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتوصيل البترول والغاز حول العالم اللي بتعكف مصر على درسته حاليا يعني دي ممكن فعلا نشوف ملمح من اللي بيحصل دلوقتي أنه يعجل بأن يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل إن شاء الله وسمح لي أخداتم بهذا السؤال سؤال جيد خليني أقول لك إحنا حاليا دلوقتي كدولة محورية للطاقة بنسب 70% يمكن إحنا نقصنا شوية روتوش صغيرة جدا عشان نصل إلى هذا المحوري إحنا يمكن الآن بنذهب إلى الاكتفاء من الغاز الطبيعي لدينا البنية التحتية للبتركمات كاملة بالمصانع بتاعتها لدينا أيضا مصنعين للإسالة من الحاجات القوية جدا لدينا شبكة قومية لربط الغاز خارج حدود المصرية هناك بروتوكول تعاون من خلال يمكن دخولنا للمياه العميقة وإنجازنا في مشروع ظهر قرب المسافات لدول قريبة جدا تستطيع أنها تعمل ربط مع شبكة الغاز المصرية في المياه الاقتصادية لربطها إلى أوروبا هناك كثير من الأمور يمكن أن أقولك هناك رتوش بسيطة قد تستبقي وفي 2018 هناك التزامات زمنية لكثير من الحقول سوف تدخل مراحل الثانية بتاعتها بكلمك على المرحلة الثانية من حقل شمال أسكندرية غرب الدلتا وبكلمك على الدخول الكامل للمرحلة الأولى من حقل ظهر في يوليو 2018 هذه السنة إن شاء الله زائد المرحلة الثانية أيضا من حقل أتول إذن أنا بكلمك على ثلاث مشاريع قومية هيكون هناك اكتفاء كامل من الغاز الطبيعي إن شاء الله ويكون لديك أيضا قيمة مضافة من الغاز الطبيعي اللي هي تقدر تصنفك في أنك تكون دولة محورية لدخول للسوق العالمي للبتروكمويات ودخول أيضا للسوق العالمي لتجارة الغاز المسال لأن كل المقاومات لدى مصر لدينا أكثر من سبع مواني جهزة لدينا محطتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال إذن المعطيات الموجودة على الساحة الآن تبشر بالكثير والمزيد اللي نشهده من الإنجاز في الفترة اللي جاية بإذن الله بشكر حضرتك جدا دكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جماعية البترول المصر يا شرف تامي يا دكتور بنبقى مع حضرتكم يا مشهدين الكرام وملف آخر نفتحه في إطار الصفحات المشرقة من الإنجازات والجولات اللي بتحققها قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب ويعني انطلاقها إن شاء الله وتتويجا باكتثاثه من جذوره البرلمان العربي يقر وثيقة لمحاربة الإرهاب ودعم عملية سيناء وده يرجعنا تاني الكلام إنه لازم يكون فيه تكاتف عربي ودولي لمصر في مواجهة الإرهاب لأنه بالتأكيد الأيام اللي بنشوفها دلوقتي هي مرحلة فارقة في تاريخ مصر نبقى معكم ووقفاتنا الحوارية القادمة بعد هذا القصة كنو برئاسة دكتور مشعل بن فهم السلمي يعقد البرلمان العربي غدا الثلاثاء أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني لهذا العام وذلك بمقر الأمان العام لجماعة الدول العربية تركز هذه الجلسة على المستجدات السياسية في العالم العربي وتناقش الوثيق العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد السبت الماضي وكان رؤساء المجالس قد أكدوا على أن شمولية مكافحة الإرهاب واكتثاث جذوري تتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تغطيط استراتيجي شامل جاء ذلك في الوثيق العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب الصادرة في ختام أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية والتي سيتم رفعها إلى القمة العربية القادمة في دورتها التسعة والعشرين بالرياض في مارس القادم وطالبت الوثيق بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي من أجل اكتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا الوثيقة أيضا طلبت كذلك بالعمل المشترك على معالجة الظروف والعوامل التي تغذي التطرف والإرهاب مؤكدة أن تنامي التنظيمات الإرهابية وانتشار الأفكار الهدامة خطر لا يهدد الأمة العربية في حاضرها وإنما يهدد مستقبل الأجيال القادمة كما أكدت الوثيقة أن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف تأكيد مهم جدا في هذه المرحلة توحيد الجهود العربية في مواجهة الإرهاب أن يكون في أيضا مظلة شرعية تظل الجهود والإجراءات المصرية المبذولة في هذا الإطار لحماية وصم وصون الأمن القومي المصري لأنه بالتأكيد مش بمنأة عند دفاع عن الأمن القومي العربي في وقت فيه كثير من التحديات المتعظمة خاصة الأمنية منها وربما يأتي على سبيل المثال للحصر ويؤمن أن يكون فيه بناء على هذه المواقف ويضم إليها مواقف أخرى داعمة ومساندة لقواتنا المسلحة والشرطتنا المصرية في ملاحقة الإجرام والإرهاب في مصر وتحديدا أو خاصة في سيناء الإقرار من قبل البرلمان العربي لوثيقة محاربة الإرهاب ودعم عملية سيناء الأخيرة ويعني بالتأكيد محتاجين أن يكون فيه كثير من التوصفات خاصة لما يكون فيه حق مشروع عن الدفاع عن الأمن القومي للدولة الدولة المصرية تحديدا بالتأكيد هيفسح المجال لأفاق أرحب لهذا التعاطي الأمني مع مواجهة الإرهاب اللي يضاف أيضا إلى المواجهة الفكرية وغيرها من الوسائل الكفيلة بأن هي تضرب هذا الإرهاب في مقتل في القريب العاجل إن شاء الله معي ومعكم في هذا اللقاء دكتور أحمد المشرقي رئيس لجنة السياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا مرحبا بك يعني الحديث يطول عن دايما بيكون مهم جدا أن يكون فيه مساندة لمصر فيه مواجهة الإرهاب لأن دوما فيه جملة يعني أن مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله ولها باع كبير في هذه المواجهة ويعني الحمد لله فيه انتصارات بتحققها الدولة المصرية في هذه التجربة المريرة خاصة في المرحلة المهمة جدا من الإطار الشامل أو توصيف الشامل لحرب مصر ضد الإرهاب المؤتمر الأخير وإقرار برلمان العربي لوثيقة محربة الإرهاب ودعم عملية سيناء كيف تنظر إلى ما حقق؟ نعم بالنسبة للوثيقة هي وثيقة متكاملة جاءت في لحظة تاريخية فارقة بالنسبة لمصر وللعالم العربي في كليته لا شك أن العالم العربي اليوم يواجه أكبر تحدي له وهو تحدي الإرهاب الإرهاب الذي كان في لحظة ما مرض عابر أصبح مرض عضال تحول إلى مرض عضال لماذا؟ لأنه أصبح يهدد كيانات الدول ورأينا أن العديد من الدول العربية حقيقة تضررت بل تهدمت ككيانات وبدأت الدولة تفقد أسسها كدولة الحمد لله أن هذا لم يجري على الدول كلها وأن مصر بقوتها وبتماسك أبنائها وبوحدتها وبألفتها وبأيضا مؤسساتها الراسخة استطاعت أن تقاوم هذه الآفة وهي تتصدى لها وقد جاء المؤتمر الأخير لرؤساء البرلمانات العربية ليؤكد على قيمة التصدي للإرهاب في شموليته ودعم الدول التي تواجه هذه الآفة لأننا في مقاومة الإرهاب هو أولوية لا يمكن الحديث عن تنمية ولا عن علم ولا عن تقدم ولا عن بناء ولا عن بنية تحتية ولا عن مشروع اقتصادي ولا عن مشروع معرفي ولا عن حقوق في حضور الإرهاب وأمام الممارسة الإرهابية الممارسة الإرهابية هي تعدم حق وجود الأفراد وتعدم حق وجود الدولة ولذلك أولوية مواجهتها ووحدة الوطن في مواجهتها ووحدة القوى الوطنية في مواجهتها ووحدة القوى السياسية في مواجهتها عندما يكونوا ثمة إرهاب يجب أن تتوحد القوة الخيرة في مواجهة هذه الآفة التي هي شر الإرهاب شر لأنه يزرع الموت ويزرع الضمار ويزرع الدموة ويفني الكائنات ويفني الحرث والنسل وضد الحياة هذا ظلام ضد الحياة إذن فمن واجب المجموعة الوطنية ومن واجب الأوطان ومن واجب الخيرين سواء كان حتى الخيرين الذين هم خارج المجال العربي نحتاجهم معنا لكي نواجه هذه الآفة التي تهددنا نحن كعرب صحيح كأولوية ولكنها قد تنتشر إلى العالم من حولنا من الملامح المميزة للمشهد المصري يا دكتور احتفاظ المؤسسات بتمسكها وعلى الأخص المؤسسة العسكرية وربما ذلك هو الذي حمى مصر من مصير لا يعلمه إلا الله وجعلها لا تشهد سيناريوهات مؤسفة مثل سيناريوهات أخرى شهدتها شقيقات عربية أخرى يعني ما هي كلمة السر من هغات نظركم وما المطلوب في هذه المرحلة من المحيط العربي والدولي حتى يعطي قوة دفع لهذه المكافحة المصرية للإرهام نعم هو أن مفهوم الدولة مترسخ في مصر يعني مفهوم الدولة في شموليته بما فيها مؤسسات لما يكون مفهوم الدولة مترسخ فيعني ذلك أن الآفات التي يمكن أن تهدد الدولة لا تستطيع أن تؤثر في كيانها وتمسها يعني بقراءة معرفية يعني بقراءة عميقة للعديد من الدول العربية التي تضررت وتهدمت كياناتها هي أن مفهوم الدولة لم يكن مترسخ في هذه الدول كان مفهوما لا يزال في طور النشأة أو أنه لم يترسخ كمؤسسات وكبناء وكتاريخ عندما نتكلم عن الدولة عندما تشعر بأن ثمة خطر قد يهدد كيانها فهي تقف وتتصدى لهذا الخطر وتحاول بعدها أن تعود من جديد لتستأنف يعني دورها وإمكانياتها التي هي موجودة فيها فهي توفر كل الإمكانيات من أجل مواجهة هذا التحدي الإرهاب هو سرطان هو سرطان يمس كيانات الدول والمجتمعات وعلى كل الطوائف الدينية وعلى كل القوى الوطنية وعلى كل القوى الاجتماعية والمدنية وكلها أن تلتحم لمواجهة هذا التحدي ونحن نعلم جميعا أن الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي وبين متدين وغير متدين وبين نخبة وغير نخبة عندما يضرب فهو يضرب الحياة وعلينا جميعا أن نتكاثف نعم نحتاج دائما كإطار محيتي داخل محيطنا داخل إقليمنا نحتاج إلى دعم أشقائنا وهذا ضروري وهذا واجب واجب الأشقاء أن يتداعوا عندما تأتي مثل هذه المصائب لأي دولة عربية واجبهم كلهم أن يتداعوا وأن ينسقوا وأن يتعاونوا من أجل رفع هذا التحدي مصر لا تأله جهدان في تقزيم الدعم والمساندة لزمين الأشقائها العرب وفي ذات الوقت الظاهير العربي لمصر في هذه الحرب في مواجهة الإرهاب مهم جدا كانوا واحدة من المظاهر الإيجابية اللي شفناها بالتأكيد ما خرج به البرلمان العربي وما أكدوا المؤتمر الثالث للبرلمانات العربية من هذا التأييد والمساندة للحرب الشاملة اللي بتشنها القوات المسلحة وقوات الشرطة ضد الإرهاب في سيناء لكن السؤال اللي بيطرح نفسه أيضا ماذا بعد؟ لأن في النهاية الإرهاب هو خطر مشترك والمعطيات في الحاضر اللي بنعيشه بتقول أن فعلا لا يوجد الآن دولة على مستوى العالم بمنأة عن هذا الإرهاب لكن دوما نتطلع إلى أن يكون هناك منظومة كتوفية في هذه المواجهة يعني ما الذي يبقى كسمى أو ملمح مفقود في التعاطي مع الإرهاب ومع الدول اللي لها تجربة مريرة مع هذا الإرهاب ولها ريادة ولها سوابق من المناصرة والدعم سواء للشأن الفلسطيني الليبي السوري وغيره كثير من جانب الأخت الكبرى مصر نعم الإرهاب يعني هو ظاهرة مركبة تدخل فيها العديد من العناصر نتكلم عن المواجهة الأمنية وهي ضرورية وهي حتمية وهي تحتاج إلى كل الدعم ولكن هذا الإرهابي الذي أصبح يفجر نفسه ويطلب الموت هو طفل قد نشأ في روضة وتحول إلى مدرسة وعاش مع أقرانه في مجتمع وصلى في كنيسة أو في مسجد وذهب إلى الجامعة وتجول في كل مؤسسات البلد إذن فهو قد تلقى عناصر في مدرسته وفي روضته وفي مسجده أو في كنيسته وفي مجتمعه وفي مؤسسات الثقافة إذن فعلينا أن نذهب إلى كل هذه المؤسسات لنحارب داخلها هذه الآفة نحاربها في المدرسة ونحاربها في الثقافة ونحاربها في السجن لأننا قد يدخل سجين عادي إلى السجن ويخرج لنا إرهابيا ونحاربها في مؤسسات الثقافة ونحاربها في المجتمع ونحاربها في كل المؤسسات ونحارب جذورها الاجتماعية لأن أيضا للإرهابي جذورها الاجتماعية نعم ليست هذه كلها قواعد ثابتة لأننا قد نجد من من تعلم في أعلى الجامعات ومن حاله الاجتماع ميسر ولكنه قام بفعل إرهابي لذلك أنا أقول أن الظاهرة معقدة فيها العديد من العناصر والوثيقة التي أصدرناها وصهرنا عليها واشتغلنا عليها هي وثيقة شاملة تحاول أن تأتي على كل هذه المجالات وتنظر إلى الإرهاب كمنظور متكامل في محاربته نحتاج إلى رجل الدين ونحتاج إلى المعلم ونحتاج إلى المربية ونحتاج إلى المشرف على السجن ونحتاج إلى المحلل النفسي ونحتاج إلى الفنان ونحتاج إلى المغني الذي يزرع الحب ويزرع الأمان والطمأنينة ونحتاج إلى رجل الاقتصاد الذي يجب أن يستثمر في المناطق المهمشة وفي المناطق المفقرة إذن كل هؤلاء نحتاجهم من أجل مقاومة هذه الظاهرة هذه الظاهرة التي كما قلت تضريب كل الدول وليس هناك دولة في من أعنى ولكن للأسف مرة أخرى أن العرب أكثر تضررا من هذه الآفة أكثر تضررا بمعنى مضاعف أنهم هم ضحية وفي نفس الوقت ينظر إليهم كمتهم بالنسبة للعالم مصر على مدار السنوات القريبة الماضية نجحت في إنجاز استحقاقاتها دستور مصري انتخابات تشريعية ورئاسية وتجربة البرلمانية في مصر بدأت تنضج وتختمر في الفترة الأخيرة وبالتأكيد نتطلع إلى المزيد دعي خلينا نتكلم عن أن مهم جدا أن كل دولة عربية على حدة يجب أن تطور أداءها البرلماني ارتقاءا إلى تطوير وتميز أداء الأداء البرلماني العربي بصفة عامة يعني ما أبرز التحديات التي تواجه البرلمانات العربية في هذا النطاق؟ البرلمانات العربية يعني يجب أنها تعكس هي ضمير الشعوب ويجب أن تعكس إرادة الشعوب بصدق وبأمانة وبإخلاص يعني لما ننظر إلى البرلمانات في الدول في العالم دورها فاعل وإيجابي البرلمانات العربية عليها مسؤوليات مضاعفة لأنها تعبر عن روح التشاركية عليها أن تكون عاكسة لتطلعات وطموحات وأمال الشعوب وفي نفس الوقت عاكسة لآلام الشعوب على البرلمانات العربية أن تعكس حالات الشعوب هناك طاقات شبابية العالم العربي الآن أمامه 60% من الشباب هذه الطاقة إذا لم نحسن إدارتها ولم نحسن التحكم فيها ولم نحسن تفعيلها تفعيلا إيجابيا فهذه الطاقة قد تعود بالوبال على هذه الشعوب ومنها أنها تذهب إلى الإرهاب إذن فالبرلمان دوره هنا البرلمان وإن كان دوره رقابي وهذه مهمته وتشريعي وهذه مهمته ولكنه أيضا يجب أن يصبح مساعدا على إدارة الشأن العام داخل الدولة كيف يتسنى ذلك؟ هل يتطلب ذلك أن يكون هناك تنسيق بين البرلمانات بصفة عامة سواء كانت عربية أو دولية أيضا يعني حتى نرقى إلى التحديات الدولية هذه جزئية جزئية أخرى التواصل وهما ذات الوصل المنشودة أيضا بين البرلمان العربي وبين المؤسسات العربية الأخرى المعنية يعني على سبيل المثال بيت العربي يعني جامعة الدول العربية يعني كيف تنظرونا إلى المستقبل القريب لطبيعة العلاقة التي يجب أن تحكم المؤسسات سواء العربية والدولية يعني فيه كثير بالتأكيد من التطلعات المشتركة التي بتحملها أن الاستقرار يسود المنطقة العربية وأن نعود من جديد إلى القدرة التنفسية حتى وأن نكون أهل للتعاون مع دول ربما يعني لم تبتلى بهذا الإرهاب بالشكل الموجود وبتحديات اقتصادية متصاعدة أيضا ربما أخرتها بشكل أو بآخر عن هذا الركب نعم سؤالك فيه قسمين فيه قسم يعني كيف يمكن أن نفعل دور البرلمان العربي في إطار العلاقة مع المؤسسات العربية نعم نحن في تواصل مستمر مع جميع الدول العربية ويعني كما رأيتم أن في الاجتماع الأخير كان الأمين العام لجامعة الدول العربية حاضر وكانت ممثلة أو رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي أيضا ألقت كلمة منظمة المؤتمر الإسلامي كانت حاضرة الناتو كان حاضر البرلمان الناتو كان حاضر أيضا البرلمان الأورو متوسطي كان حاضر في هذا الاجتماع الذي دام ليومين إذن فالبرلمان العربي يتواصل مع المؤسسات العربية الداخلية يعني داخل الفضاء العربي ومنهم جامعة الدول العربية التي هي بيت العرب كما قلت ونسعى إلى التعاون ونسعى إلى التفاعل ونسعى إلى التكاثف لأننا لسنا في وقت من الممكن فيه أن نتصارع أو أن نتزاحم أو أن نتشاد نحن في وقت نحتاج فيه إلى التعاون ونحتاج فيه إلى التناصح ونحتاج فيه إلى الوحدة ونحتاج فيه إلى تبادل الأرى وإلى النقاش العميق لنذهب إلى الأمام لأن التحديات التي نواجهها هي من أخطر التحديات منذ لحظة الاستقلال العربي منذ أن استقلت الدول العربية لم تواجه الدول العربية تحديات مثل ما تواجهها الآن لأن مصائرها أصبحت يعني مهددة بهذه الظاهرة إذن ففي الإطار العربي نحن نتعاون مع المؤسسات العربية في الإطار الدولي في الإطار الدولي نعم نتواصل والأسبوع الفارض كانت لنا زيارة إلى البرلمان الأوروبي ورحب بنا البرلمان الأوروبي وأنا كنت يعني من بين الوفد ودار حوار بيننا وبين البرلمان الأوروبي في جلسة دامت لساعتين مع لجنة الشرق الأوسط وترحوا علينا أسئلة تهم العالم العربي وأجبنا على هذه الأسئلة وبينا لهم الظروف التي يمر بها العالم العربي وبالطبيعي أن القضية الفلسطينية كانت هي القضية الفلسطينية حديثا عن هذه الظروف وليست ببعيدة عن القضية الفلسطينية نحن عندما نتحدث سواء عن البعد العربي العربي أو البعد العربي الدولي هناك عقبتين أساسيتين فيما تعلق بالبعد العربي العربي انكفاء بعض أو كثير من الدول العربية على أزمتها داخلية طاحنة ودوما أم الصراعات هي القضية الفلسطينية وأضيف إليها ما كرس لي القرار الأمريكي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفي جزئية البعد العربي الدولي تبقى دوما أيضا المشكلة الأزلية هي الفجوة الرقمية وأزمة الثقة التي تميز العلاقة بين الجانبين كيف تستشرف من خلال ذلك الأفق المستقبلي لطبيعة هتين العلاقتين العربية العربية والعربية الدولية هو السؤال معقد لكن الحقيقة هو في الصميم ومهم جدا نحن نتكلم عنه سريعا نتوج بهذا اللقاء نعم هو لا شك بأن التعاتل مع القضايا العربية ستجد دائما القضية الفلسطينية هي أولوية ونحن نصحنا الفلسطينيين وفي لجنة وأمس كان لنا لقاء مع ممثل الفلسطينيين في البرلمان وهو يقود العملية وهذا رجل من كبار المحاورين باسم القضية الفلسطينية وهو عزام الأحمن والتقينا معه وكنا نشدد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني ومصر هنا تلعب في دور كبير في هذا الإطار أنها تلعب في دور تقريب جهات النظر الفلسطينية لأن تشتت في الفلسطين يضعف قضيتهم لكن في نفس الوقت عندما نذهب إلى الآخرين سواء في البرلمان الأمريكي اللاتيني وقد ذهبنا إليه أو في البرلمان الأوروبي أو في الأورو متوسطي أو أمام البرلمان الدولي أو الأفريقي كنا واضحين في هذا المعنى بأنه لا يوجد حرا ولا يوجد ديمقراطي ولا يوجد مؤمن بحقوق الإنسان ولا يوجد إنسان يريد أن يرسخ القيم في العالم ونحن متأكدين أن العالم يذهب إلى ترسيخ هذه القيم لا يمكن لأي إنسان يتبنى كل هذا وفي نفس الوقت يغمض عينيه على القضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية عنوان للتحرر الإنسان وعنوان لحقوق الإنسان وعنوان للقيم العليا وعنوان لرهان الإنسان المستقبل وبالتالي كل إنسان يحمل هذه المعاني معني بأن ينتصر للقضية الفلسطينية قلنا للأوروبيين بكل وضوح وقلنا لهم ذلك وهم طلبوا مننا الوضوح ونحن طلبنا منهم الوضوح أيضا قلنا فلنتكلم بوضوح قلنا لهم الآن آن الأوان أن نتقاسم القيم أن نتقاسم الديمقراطية أن نتقاسم العدالة أن نتقاسم الحرية أن نتقاسم تقدم المرأة أن نتقاسم إيرادة الإنسان أن نتقاسم الاستثمار في التكنولوجيا والاستثمار في التقنية لأن غياب كل ذلك سيعود بأثره عليكم وعلينا العالم تحول إلى قرية صغيرة ولا يمكن لأي دولة من الدول في العالم أن تكون بمأمن على ما يجري في دولة أخرى حتى في الأمراض العادية التقليدية يعني حتى في الأمراض البيولوجية فهذه الأمراض تنتقل بين عشية وذحاها إلى أي دولة أخرى وبالتالي اليوم العالم تحوله كيف كانت الاستجابة لهذه المناشدة على الأقل اللفظيا ربما ذلك يؤشر إلى أن يكون هناك استجابة على أرد الواقع نعم كان فيه تفاعل حقيقي وكنا صرحا معهم وكان فيه التفاعل حقيقي وأنا كشخصي كنت في الوفد خاتبتهم ولعل أنني درست في باريز لمدة طويلة واختلت بالعقل الفرنسية وأعلم بشيء من التواضع يعني أعلم العقل الفرنسي من داخله كيف يشتغل وهو ليس بعيدا عن العقل الأوروبي بأننا قلنا لهم أنتم تزعمون لمنذ ثلاثة قرون بأنكم قبلة القيم فلتثبتوا لنا الآن بأنكم تستثمرون في هذه القيم وتشركون الآخرين فيها وتوزعونها على الإنسانية لأن مصير العالم مشترك ومصير الكرة الأرضية مشترك ومصير الإنسانية مشترك فلتنظروا إلى هذه الإنسانية ولتذهبوا إلى ترسيخها خارج حدودكم أي في المجال العربي فعليكم أن تعينوا العديد من الدول على أن تذهب في هذا الاتجاه لأن أي تأخر في ذهاب إلى هذا الاتجاه قد تكون ردودة عليكم وقد رأينا حتى الهجرة الغير شرعية وتكلموا معنا وقلنا لهم بوضوح لا تطلبوا من العالم العربي أن يكون حارسا لحدودكم فقط يعني ونحن في انتظار أصداء هذه المطالب لأنها مطالب مشروعة مشروعة جدا سيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية قال أن تنظيمات الإرهاب تعمل بشكل متضافر وأكد أنه لا يمكن أتصادي لمخططتها سوى باستجابة جماعية إلى أي مدى تعتبرون وثيقة المؤتمر الثالث للبرلمانات العربية بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق تحرك عربي موحد وعملي في مواجهة الإرهاب الذي استشرى في الفترة الأخيرة نعم هذه الوثيقة هي سترفع إلى القمة العربية التي ستكون في مارس في الرياض في المملكة العربية السعودية لأن الدورة ستكون في المملكة وستكون أمام القادة العرب ولكن دعنا يعني لا أقول تفاؤل بمعنى التفاؤل الذي يوهم نفسه وإنما التفاؤل المبني على دراسة موضوعية الإرهاب يتراجع لأن كل مناصر للموت لا يمكن أن يصمد أمام من يناصر الحياة الإرهاب أمر ظرفي نعم ندفع من دمائنا فاتورة باهظة نعم ندفع فاتورة باهظة وندفع من دمائنا وندفع من آهات شعوبنا وندفع من عيش شعوبنا وندفع من عمق كياناتنا ويكلفنا تأخرا الأصل أن كل جهودنا هذه تذهب إلى التنمية وتذهب إلى التعليم وتذهب إلى الابتكار ولكن الإرهاب يتراجع أين داعش التي تنهار اليوم أمام دك الجيش العراقي وأين هؤلاء الذين سيقضى عليهم في سيناء وأين هم الذين قضي عليهم في جبل الشعامبي في تونس والذين من قبل قضي عليهم في الجزائر التي عاشت السنوات السوداء والذين سيقضى عليهم في ليبيا وسيقضى عليهم في اليمن وفي أي مكان هؤلاء هم زرع موت والحياة دوما تنتصر على من يريد أن يعطي لها لنختتم لقاءنا بالتأكيد بأن الرسالة واضحة بأن المعركة لن تتوقف إلا بالقضاء تماما على الإرهاب نتحدث مصريا ونأمل أن نتحدث بعد ذلك عربيا ودوليا حتى تتحقق هذه الأمنية إن شاء الله في القريب العاجل والمتابع للجوالات التي تتحقق في الحرب الشاملة ضد الإرهاب في مصر حاليا يعني يجعل الأمل يحدون بأن في القريب بإذن الله نقضي تماما على هذا الإرهاب الآثم أشكرك شكرا جزيلا أريد أن أختم فقط في جملة أخيرة بأن الأمل لا يزال قائم عند الشعوب العربية وأن الشعوب العربية من حقها أن تحلم بغد أفضل وبغد فيه الديمقراطية وفيه الحرية وفيه العدالة وفيه العب وفيه السلام عليها أن تحلم بذلك وإن ذلك على الله ليس بي عزيزي إن شاء الله بالتأكيد أشكرك جزيلا دكتور أحمد المشرقي رئيس لجنة السياسة والأمن القومية بالبرلمان العربي شكرا جزيلا لتشريفك لنا شكرا جزيلا أشكركم مشاهدين الكرام ختم لقارنة حضرتكم النهاردة وبعد حوالي سبعة دقيقة هتلتقوا على شاشة قناة ديني الأخبار بسعى إخبارية الشاملة نشكر لحضرتكم حسنا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة